20 عاماً من التراث العريق والتاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم التي حلت كضيوف شرف في أيام الشارقة التراثية وكشف معهد الشارقة للتراث خلال المؤتمر الصحفي عن النسخة العشرين من الأيام تحت شعار التراث والإبداع وما تحمله من فعاليات وأنشطة للجمهور الافتتاحات إن شاء الله بنبداها في مدينة الشارجة بعدها بتتبعها مدينة الذيد والمدن الأخرى اللي هي بالحصن كلبة قربة كان عندنا مكانين المنطقة التراثية بالإضافة لحارة صدر عندنا المدام مليحة المطايح النحوة تقريباً كل هذه المدن اللي تتبع لمدينة الشارج إن شاء الله هذه السنة بتتشارك فيه مهرجان أيام الشارجة التراثية تحل جمهورية المجر كضيف شرف لهذا العام لما تمتلكه من مخزون ثقافي وتراثي غني ومتنوع يشكل إضافة نوعية إلى مسيرة الأيام الحافلة بالتميز وتحل جمهورية النمسا كضيف مميز بذن الله تعالى بتكون هذه السنة مشاركة مميزة ومختلفة عن السنوات السابقة بس يكون عندنا تنظيم ورش عمل وتعليمية وتفاعلية للأطفال والناشئة نسعى من خلالها إلى نشر ثقافة السيارات القديمة وتحقيقاً لأهداف ورؤية النادي بذن الله تعالى طبعاً مشاركتنا في هذه الفعالية الهام التراثي الكبير التي تنظم بشكل سنوي ما هي لا يعني كعكس للرؤية التي نحن نكون فيها بذن الله تعالى التراث والتاريخ يعززان الانتماء الوطني للشعوب العالم ويحرص معحد الشارقة للتراث على الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي من خلال أنشطته المتعددة حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد وحول تفاصيل الدورة العشرين من أيام الشارقة التراثية التي ينظمها معهد الشارقة للتراث نرحب معنا بسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث ورئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية حياك الله سعادتك نورتنا في برنامج أماسي تعود هذه الثقافة ويعود هذا العرس الثقافي في دورته العشرين الذي انطلق منذ عام 2003 وهو يؤكد الزمام الأمور التي عمل عليها سيد صاحب السموح وحاكم الشارقة على الحفاظ على الانتماء والحفاظ أيضا عن الهوية الإماراتية ما هي استعداداتكم إن شاء الله لهذه الدورة الجديدة والله الاستعدادات كبيرة والحمد لله بدأنا منذ شهور طويلة بدأنا في البداية بتفكير بشعار لهذه الدورة وانطلاقا من شعار العام الماضي الذي هو التراث من المستقبل حاولنا أن نجد شيء مشابه لأن ذلك الشعار كان قريب من جيل الشباب والجيل الأصغر دائما يربط التراث بحامل التراث بالكبير لكننا الآن نربط التراث بالمتلقي له الأصغر فالسنة شعارنا التراث والإبداع وعملنا أيضا على تغيير البنية التحتية عملنا على إضافة أشياء كثيرة في الحقيقة ستكون مغرية للجيل الجديد للتعامل معها والتفاعل معها نعم اليوم نتحدث عن 19 عام من الإنجازات لأيام الشارقة التراثية في الدورة العشرين لابد من تميزه فتطرحه في هذه الدورة مثل ما أشرت يعني هناك تركيز على النشأ الشباب اللي هم دفت المستقبل إن شاء الله الذين سيقودون هذه الدولة إلى التميز والريادة نتكلم عن هذا الموضوع أيضا يعني السنة حتى المعارض المعارض مجيرة أكثر للشباب هناك يعني وجدنا أن الجيل الجديد يحاول أن يبتكر من التراث كالذي يجد شيء في منجم يشوف مادة خام يعني التبر والذهب وغيره فيعيد تشكيله بشكل جديد بحليه وغيره صحنا أوجدنا أكثر من معرض للشباب بأنهم يطلعوا الناس على مشروعاتهم في إعادة تقديم التراث بصورة جديدة من ناحية الحلي والابتكارات ومن ناحية أيضا تصاميم الأزياء وغيرها فعدنا مشاركين مثلا من جامعة الشارقة من كلية الفنون والتصميم عدنا مشاركين منفصلين لا ينتمون لجامعة ولكنهم لديهم مشاريع صغيرة في مجال الابتكار فإن شاء الله ستكون هناك كثير من العروض في مجالات الحرف اليدوية في مجالات أيضا الطهي في مجالات الفنون ستكون فيها ابتكارات جديدة للشباب حتى العروض المستضافة من خارج الدولة العروض الدولية أيضا فيها شيء من هذا القبيل وفيها شيء من مثل ما قلت قبل فيها إثارة لفضول الأجيال الجديدة وأيضا جانب المتعة يعني مثلا في معرض أزياء سنة صديفة فيه أزياء العصور الوسطى في أوروبا جميل وهذا الآن نعرف أن السينما الآن بدأت تعيد إنتاج أعمال درامية سواء مسلسلات أو أفلام أو حتى وثائقيات لها علاقة بتلك الحقب حقب اللي تسمى الحقب الكلاسيكية أو الرومانسية أو غيرها فهذه كلها الآن ستكون متواجدة في الأيام وأعتقد ستكون جاذبة بالإضافة إلى البيئة الجميلة التي توفرها أيام الشرقة التراثية من أطعمها من فنون شعبية السنة يمكن لاحظنا أن أيضا من الأمور المهمة التي ترتكز عليها الثقافة والتراث بالذات الخبز صحي الشعوب كلها تعتز بخبزها ونحن في الإمارات الآن عندنا أكثر من المخبوزات عندنا أكثر من ستة أنواع نعم صحي فعملنا حارة تسمى حارة الخبازين جميل وأنا أقول له مثل حارة السقعين اللي كانت يعني تشوف على فهذه حارة الخبازين فيها مجموعة من الخبازين يقدمون مخبوزات معينة طبعا إماراتية وعربية وغير عربية أجنبية ستكون هذه الحارة مغلقة يدخل فيها الواحد ويمكن أن يرى عند أي خباز أكثر من نوع من الخبز والخبز أيضا سمحنا لهم أنه ممكن يضيفون عليها إضافات تخلي الخبز وجبة كاملة من كل واحدة ناسا معموط طلبات هذا الجيل أيضا طبعا طبعا صحيح دون طايحين حين في البراتا وفي الهاكي خليه يمكنون شيء زيد صحيح نعم دكتور كذلك تحل جمهورية هنغاريا المجار وكذلك النمسا يعني هنغاريا ستكون إن شاء الله ضيف شرف لهذه الدورة والنمسا أيضا ضيف مميز يعني نود الإشارة إلى هذا الاختيار والاعتماد أيضا لكل ضيف على حدة في كل دورة طبعا هنغاريا هناك وفد كبير خرج من الشارقة برئاسة سمو الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دارة العلاقة الحكومية لزيارة هنغاريا وللطلاع على يعني إمكانياتها الثقافية والاقتصادية والتجارية وتم الاتفاق على تبادل كثير من الأمور من ضمنها التبادل الثقافي وهذا يمكن أكبر حدث الآن تستضاف فيه هنغاريا من خلال معرض كبير سيكون إن شاء الله من خلال حرفيين وعارضين ومن خلال عروض للفنون الشعبية وأيضا من خلال معرض خاص ل ما عرف شو أسميها يعني مثل ما يسمونها الجرار الفاخرة هناك مصنع كبير في هنغاريا يصنع أنواع من ما يسمى الفازات وغيرها التي تعتبر هدايا الملوك وهذا مصنع قديم جدا اختارت أيضا الحكومة الهنغارية أن تقدم معروضات مختارة من هذا المعرض في معرض منفصل أيضا عن جناح هنغاريا الكبير فإن شاء الله هنغاريا ستكون حاضرة أيضا من خلال شخصيات كثيرة ومن خلال عروض فيلمية ومطبوعات وغيرها من الأمور التفاعلية التي تقدم التراث الثقافي الهنغاري بصورة مشعة وجميلة إن شاء الله نعم نود الإشارة أيضا أن كيف كان الإقبال للدول نفسهم على المشاركة في هذه التظاهر الثقافية يمكن كان هناك إقبال كبير من الدول المختلفة على مستوى العالم هذه التظاهر ليست أصبحت فقط على مستوى الإمار وإنما عربية وعالمية أيضا نحن نتذكر في السنين الأولى طبعا بدأت الأيام محلية بشكل كبير ثم حسب توجيهات صاحب السلوم الحاكم بدأنا باستدعاء الدول الخليجية وعربية ثم جاءت هذه الفكرة بأن يتطور يمكن أكبر تطور كان سنة 2014 عندما أصبحت شارقة عاصمة للثقافة الإسلامية فطلبوا من كل دائرة تقدم منظورها شو بتسوي فأحنا قلنا بنيه بتراث العالم الإسلامي جميل وبالفعل كان حضور إسلامي كبير تعاملنا مع منظمة الأرسكة في تركيا واستدعينا حرفيين من العالم الإسلامي واستدعينا فنانين ومؤدين شعبيين وغيرهم وكانت الأيام رائعة في الحقيقة ومنذ تلك السنة بدأنا نخصص دولة ضيف تكون دولة ضيف شرف ونخصص بعض جزء من الأيام للعروض العالمية بدأت تزيد مثل ما تفضلتي الطلبات بدأنا نسوي دولة ضيف مميز وضيف شرف لأن دول كثيرة أيضا كانت الدول ترهقنا في الحقيقة أن نستضيفها ويعني تكون هناك كثير من الإرهاق المالي يكون حتى علينا ولكن فبدأنا نعتذر فبدأت الفرق تقول لا لا إحنا بني على حسابنا وكل شيء بس تستضيفونا في الأيام لأن الأيام هناك منظمة تسمى CIOFF هذه المنظمة هي الوحيدة للمنظمة غير الحكومية الموجودة لها مقر في مبنى اليونسكو هذه المنظمة اسمها إلى اختصارها منظمة مهرجانات التراث العالمية فالأيام مسجلة منذ أكثر من 12 سنة في المنظمة هذه ولذلك هم يعلنون دائما عن الأيام وهذا الحضور الكبير وأن من أعلى هرم السلطة يحضرون في هذه الأيام وأن منظمات كثيرة لذلك نجد كل عام سيل من الطلبات على طلب المشاركة الحمد لله الآن بدأنا ننتقي بدأنا مثلا نفرز بدأنا يكون عندنا اختيار أكبر ويعني اعتقد الأيام أصبحت علامة فارقة أيضا لهذا النوع من المهرجانات الذي يجذب الإماراتيين ويجذب الخليجيين ويجذب العرب وهم يكونون دائما النسبة الأكبر في الحضور كثير من الأجانب عندما يأتون في فعاليات أخرى ويأتون بهم إلى الأيام يقولون وايد مواطنين أنتم تقولون ما شوهوا يعني يقولون وايد ني يعني فبالفعل حجم كبير كل الأعمار موجودة الحفيد والأب والجد وأحيانا أبو الجد يكون موجود كثير من الناس على كراسي متحركة كثير من الناس نوفر لهم بعض الخدمات مثل سيارات القولف وغيرها أنه يعني تساعدهم في التنقل فالمهرجان شعبي بشكل خاص الذكر صاحب السمو الحاكم كان يقول يعني الاحتفالات اللي كانت موجودة تحت الرولة في تلك الأيام الحمد لله أني لحكت عليها يعني لكذكرة يا جميل يعني هذه اللي هي يسمونها الفرجة الشعبية صحيح الفرجة الشعبية موجودة في أيام الشرقة التراثية بدون مثل ما يقولون تصنع صحيح بدون هي هذه الفرجة الطبيعية العادية موجودة الحمد لله ساعتك أذاك نتحدث اليوم عن المشاركات المميزة للمنظمات الدولية الأتفاقيات أيضا المهمة أهم الجامعات العربية والعالمية المتواجدة أيضا في أيام الشارقة التراثية هناك منظمات كثيرة تشارك هذا العام مثل ما قلنا تواء المنظمة CIOFF بتكون مشاركة في منظمة يسمونها IOV اللي هي المنظمة الدولية للفن الشعبي أيضا بتكون مشاركة وبتعقد اجتماعها الدولي الدوري اللي هو يعقد كل أربع سنوات في الشارقة جميل ضمن الأيام في منظمة للألعاب الشعبية من إيطاليا منظمة دولية تسمى أولمبياس موقعها في جزيرة سردينيا أيضا بتكون موجودة في معاهد جامعات مثل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في المغرب بيكون موجود المعهد العالي للفن الشعبية في القاهرة بيكون موجود المنظمة الإسلامية المنظمة الإسلامية إسسكو بتكون موجودة بجناح كبير وبيحضور كبير من مديرهم العام إلى مديرهم القريمي إلى كثير من الموظفين حتى بيطلقون بعض المسابقات والأشياء في الأيام لأن لهم في حدث خاص بيستيوه إن شاء الله خلال أيام من خلال منظمة العالم الإسلامي الأليكسو اللي هي أيضاً بتكون موجودة هناك تواجد للإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية بتكون موجودة طبعاً جامعة الشارقة ممثلة بالجامعة وممثلة بكلية الفنون والتصميم هناك في الحقيقة كثير من الجهات الدوائر الحكومية هناك أربعين دائرة حكومية إلى الآن أيضاً لها بتكون أجنحة وبتكون مشاركة الدول الآن تعدت الـ 45 دولة اللي بتكون مشاركة هناك فرق للجاليات فرق شعبية إماراتية وأيضاً تقريباً 20 فرقة بتي من خارج الدولة برنامج فكري كبير بيكون إن شاء الله من خلال مقهى ثقافي وأيضاً هناك مركز التراث العربي اللي هو تم تصنيفه من قبل يونسكو يعني تصنيف المعهد من خلال المركز أن يكون المعهد مركز دولي لبناء القدرات للدول العربية بيكون عندهم برنامج خاص فكري عن التراث الثقافي غير المادي وعن عناصر التراث اللي سجلوها الدول العربية على قوائم يونسكو نعم سعادتك كذلك يعني قافلت التراث سوف تنتقل أيضاً إلى مدن ومناطق الإمارة يعني نود الإشارة إلى هذا الجدول الحافل تجهيزاتكم أيضاً للمناطق بكل منطقة بخصائصها المتميز وبيئاتها المختلفة أيضاً صحيح طبعاً نحن بعد يعني مثل ما يقولون جائحة الكورونا كانت العودة بطيئة شوية نعم ولكن يعني بدأنا العام في السنة الماضية واللي قبلها في بعض المدن صحيح لأن صاحب السمو كان لديه مشاريع كثيرة فيها كلبة ولكن السن إن شاء الله عندنا 12 مكان جميل يعني عندنا منطقة الوسطى بنبدأ من الديد وبعدين المدام مليحة البطايح البطايح المنطقة الشرقية عندنا خورفكان كلبة دبل حصن النحوة وادي الحلو وشيس نعم ونحوة اللي بيشتركون في فعالية وحدة ننقل لأنه يعني النطاق الجغرافي الزوار تقريبا متشابهين لذلك كل مدينة كل منطقة بتدعم الثانية في أن تكون الفعالية فيها أكبر وهذا حسب اتفاقهم يعني نعم أيضا احتوت أيام الشارقة التراثية على السوق الكتبيين هذا السوق الذي سيدعم أيضا يعني الفكرة لتعزيز التراث هنا في الإمارة الباسمة من أين جاءت هذه الفكرة وماذا سوف تدعم أيضا في أيام الشارقة التراثية والله الفكرة جاءت من سوقين أنا يعني أزور سوقين من فترة آخر الثمانينيات كنا نسير سور الأزبكية في مصر نعم وفي سنة التسعين أنا زرت شارع المتنبي في بغداد وشفت أيضا يعني اللي هي بسطات الكتب واللي تكون والله أجمل من كتب المكتبات الفخمة صحيح هذه الفكرتين بالإضافة لأن دول كثيرة نزورها سواء في أوروبا وغيرها يكون فيها هذا سواء السوق الكتب الدائمة أو السوق المؤقتة اللي هي السبت الأحد قبل سنتين بدأنا في يعني السوق الكتبيين ويمكن اسم الكتبيين يشتهر أكثر في المغرب العربي في تونس وفي المغرب صحيح أن دائما تكون هناك حارات تسمى حارات الكتبين أو جادة الكتبيين وتباع فيها كتب قديمة عادة وهناك من يجلد ومن مثلا يصور وغيرها فالسنة إن شاء الله نفس الشيء بنعيدها هذه الفعالية ونركز فيها على بيع كتب التراث الثقافي والدراسات المعنية بهذا المجال بشكل خاص نعم هل تتصاحب أيضا أيام الشارقة التراثية إصدارات لكتب مثلا تتماشى أيضا مع شعار هذه الدورة أو عنوين أيضا جديدة نعم هناك طبعا عن موضوع الشعار مثل السنة الماضية كان التراث المستقبل صدر كتاب في مجموعة من الدراسات السنة التراث الإبداع أيضا بيصدر كتاب خاص بالإضافة إلى كتب أخرى إن شاء الله بتصدر مع النشرة اللي هي كل يومين تصدر نشرة عن الأيام فالأيام بتكون 21 يوم وبتصدر تقريبا 11 نشرة واحدة نشرة استباقية وبعدين 10 نشرات كل يومين عن الأحداث والافتتاحات وبعض اللقاءات مع الجمهور هناك إصدار صوتي أيضا بيكون من خلال قبل كنا نقول شريط عقب قلنا سي دي أو قرص مدمحين لا نصدر فلاش اللي هو يكون فيه الأغاني الشعبية صحي أيضا أيضا أيام الشارق التراثية تتميز بتنوع بيئاتها المحلية الأربع اللي دام نعتز فيها في تراث دولة الإمارات هل هناك أشياء جديدة تم إضافتها أيضا في هذه البيئات هل هناك أيضا أمور سوف تتجدد في هذه الدورة العشرين نعم البيئة البدوية أو الصحراوية تم تكبير هالسنة وتغيير مكانها فيها تكون فعاليات أكثر وفيها يعني مثل ما يقولون تشكيل أكثر للبيئة الصحراوية والبيئة البدوية للبيئة الساحلية أو البحرية أيضا تم تغيير موقعها نحن السنة في الحقيقة حاولنا نغير كثير من المواقع حتى لا يمل الزائر وحتى يحس أنه وجد فرق عن السنين الماضية يعني المسرح اللي متعوض يشوفه في مكان السنة يشوفه في مكان غير كثير من الأمور تغيرت وهذا يعني أعتقد بيضيف متعة أكثر للزوار البيئة البحرية السنة بتكون كبيرة بشكل غير الصحراوية الزراعية لا نستطيع فيها زراعة وفيها خب وفيها يعني يازر ما تتغير الجبلية أيضا ما تتغير ولكن داخل البيئات بيكون هناك تغير وباقي الأماكن تقريبا معظمها تغير معظمها يعني الكلف يفضون إن شاء الله يروح لأي ويكتشف الجديد ومسابقات كثيرة بتكون موجودة بما أن نحن نتكلم عن التراث الإبداع هناك مسابقات تعنى بمجال التصوير بمجال الفيلم القصير بمجال يعني الفيديو القصير بتكون متاحة للجمهور والشباب بالذات نحن الآن الناس كلها تعيش بهذا الجهاز المحمول يصورون فوتغرافي يسجلون صوتي وغيرها من الأمور فنستغل أيضا هذا وهذه الأجهزة عالية التقنية وتكون هناك مسابقة وتكون عليها جوائز كبيرة إن شاء الله إن شاء الله يعني لابد أيضا لأيام الشارقة التراثية هناك إضاءة للطفل هناك مساحة أيضا مخصصة لهم وفعاليات أيضا يعني تعمى على تنشئة هذا الجيل على معرفة التراث أيضا طبعا فيه برامج كثيرة في الحقيقة للطفل عندنا مدرسة من مدارس المعهد تسمى المدرسة الدولية للحكاية الشعبية هذه المدرسة لها برامج كثيرة في مجال سرد وروي الحكايات وفي مجال أيضا ما يسمى برامج إعداد الراوي الصغير جميل نحن الحمد لله يعني من السنتين إلى الآن هناك رواه صغار يروون بلا تلك ويروون بيعني صلاقة أداء رائع في الحقيقة والسنة بيكون هذا البرامج موجود بالإضافة إلى خيال الظل مسرح العرائس وكلها أعمال مستوحى من التراث الشعبي هناك قرية للطفل أيضا للرسم والتلوين لكن أيضا كله لعناصر ومواد تراثية الجبس عندنا يعد في ورش المعهد ويقدم للأطفال لتلوينه كثير من المعالم الزخارف الجبسية الخشبية البراجيل وغيرها من الأمور تكون معدة وجاهزة بكميات كل يوم الأطفال يلونون ويأخذون الذي يشتغلوا فيه ويأهم أيضا للبيت علشان يكون ذكرى ساعتك أنتم بدأتم من 2003 إلى 2023 وترون الأثر الكبير هذه أضافت أيام الشارقة التراثية على الوعي مع أفراد المجتمع كيف رأيتم هذا الأثر بالنسبة لشباب الإمارات هل هناك وعي أكثر بالحفاظ على التراث أيضا نعم الوعي كبير والتأثير كبير سواء بالاهتمام والاعتزاز بالتراث بدون تصنع التراث هذا جزء منه الآن نحن زرنا اليابان وكوريا وغيرهم البلدان ذلك الإنسان الذي قد يكون واصل إلى مرحلة كبيرة من التعليم والمنصب الكبير يعتز بتراثه لأنه جزء من تكوينه الثقافي والحضاري الآن الإمارات أيضا وصلت الناس إلى هذا المستوى أنه يعتز بتراثه مبتصنعا ولا أيضا تعالي على الآخرين كل حد لتراثه وعزيز عنده أي طبقة من طبقات المجتمع في كل العالم تعتز بهذا التراث فنحن نقدم تراثنا باعتزاز وأيضا التراث أصبح وظيفة بأن يكون واحد مرشد في مجال التراث يكون مثلا معلم أو مدرب أصبح مصدر اقتصادي كثير من الشباب يوني اليوم عندهم مشاريع مطاعم ويقولوا لي والله أستاذ نحن من عشرين سنة كنا أو من خمسة عشر سنة كنا هنا أطفال اللي يقول أنا كنت يم ويمني أي اللي يقول أنا وابوي كنت أي اللي يقول أنا ويدي الله يرحمها أي فالناس يوني والهم الآن يعني ذكريات جدا جميلة مع الأيام مشاريع مطاعم كتب وأبحاث ألبومات صور كثير من الأمور أفرزتها أيام الشرق التراثية بتأثير إيجاب أنا أعتقد نحن كنا أيضا مغرين لغيرنا بأن أوصلنا لهم فكرة جميلة عن تنظيم الفعاليات التراثية محليا وخليجيا وعربيا كثير من الناس من دول عربية كثيرة ومن دول خليجية كانوا يقولون من الأيام أعدنا أجندة فعالياتنا جميل وبدأنا نركز على أمور أخرى بدأنا نشرك الآخر بدأنا نشرك الآخر مع بروزنا الكبير فأنا أعتقد الأيام هي مدرسة مفتوحة لزيادة الوعي بالتراث وأيضا لتحفيز الناس على الاهتمام بتراثهم الآن في كل بيت يوجد منتج تراثي يوجد مدرئ من غير اللي يتصلون والله نبغي من وين يعني أنا أمس اليوم يأتني رسالة حين توني في اللقاء ذكرت واحد يقول لي موين تبون هاي التربة مالكم اللي تسأون فيها الصلحة قولت البلاستور هذا وما ردت عليه يعني الموضوع وايد عميق ما بغي سأله بيسيش تري في سميت ولا شي يعني فالناس الآن مهتمة في كثير أنا ما أعني أن قبل الأيام ما كان فيه اهتمام طبعا فيه اهتمام ولا أعني أننا والله الناس المتفردين طبعا مع هذا مع هذا الله يعني لكن أقول أن هذه العشرين سنة كان فيها جرعة جدا كبيرة صحيح واللي حتى كان ناوي خطوة تردت للورا رد عدلها ورد مشه في نفس الطريق للحفاظ على التراث ولصونه سعدتك كلمة توجهها لكل من يتابعنا اليوم بدأ أيام الشارق التراثية في الأول من مارس إن شاء الله واستمراره تقريبا حتى الحادي والعشرين من نفس الشهر لاستمتاع بهذه الفعاليات لهذا الجدول الكبير أيضا الذي أعدته الأيام خلال أيامها إن شاء الله دعوة للجميع للحضور للاستفادة من هذا الكم الكبير من الفعاليات والأنشطة والبرامج أعتقد الأيام كل سنة هي فرصة لتعليم أولادنا وبناتنا وأيضا إطلاع ذلك الغريب الضيف الذي قدم إلى هذه البلاد بأننا نحن كما ترى هنا عدنا بيئات متنوعة عدنا حضارة أيضا وجود أيام الشارق التراثية في قلب الشارق القديمة وفي منطقة التراث يبين أن مدى التمدن والتحضر الذي كان موجود منذ مئات السنين هذه البيوت في الحصن ثلاث أدوار وبيوت عندنا من دورين موضوع التكييف التقليدي كثير من الأمور الزخارة في البناء الاعتماد على الداخل وليس على الخارج أعتقد هذه فرصة للناس للتعلم قد ما بنقول حق عياننا ما بيوصل الكلام لكن يقولون قبل الذي شاف ومثل الذي يسمع فالذي يشوف تنطبع الصورة في ذهنة إن شاء الله استمتع جدا سعادتك بهذا اللقاء كل التوفيق لكم في هذه التظاهر الثقافية التي يشتق لها الكبير والصغير وكل فئات المجتمع أعطيكم العافية وقواكم الله في هذه الأيام إن شاء الله إذن شكرا لسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية كل الشكر لتواجهك اليوم معنا وكل التوفيق ويحفظكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر